الحالة التي نعيش حالة مؤسية ومحزنة ومخزية وهي بعض أسباب خزينا ماذا تريد عدنا بالخزي هذا التخلف هذا الفقر هذا التكالب علينا هذا الفشل في كل شيء فشل التعليم والثقافة والأخلاقي والمسلكي والعسكري والسياسي كل شيء والديني والتدييني فشل على جميع المستويات النجاح قليل موجود لكن قليل بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بهذا السبب أننا لا نرى لا نرى إلا في الواحد فنحن عمي تقريبا نحن عمي نحن أقرب إلى الروبوتات إلى الحواسيب أبدا نحن نقول فقط ما نلقن وما اخترنا أن نقوله أو اختيرنا أن نقوله هتقولي لا دعوة عريضة أن تتظلم نفسك وأمتك أقول لك فقط أدخل على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحالة لا ترضيني تحزنني طبعا بما فيها المواقع التي تخصني أنا العبد الفقير لا أريد أن أشخد الله تبارك وتعالى أشعر بأسى وأشعر بحزن حين أنا أرى أن معظم التعليقات مجرد مدح ما شاء الله عليك يا دكتور أنت وأنت وبعدين ما هذا ما استفدنا يعني إلى متى نظل دائما فقط يا رجل حاول أن تستوعب الكلام حاول أن تدخل إن كنت مؤهلا ليس مؤهل حاول أن تواهل نفسك ولو بصدد مسألة واحدة أن تتساءل أن تسائل أن تناقش أن تنتقد أن تعترض وبأدب في سبيل الإثراء مش فقط إيه لإظهار أنك أي تريد أن تعارض لا لديك اعتراض حقيقي سوقه بأدب وخلي إخوانك أترك إخوانك إيه يتناقشوا معك يتجادلوا على فكرة المواقع هكذا بما فيها مواقع لا يدخل عليها إلا من يحب الراية وحامل الراية وهم يرونك حامل راية معينة يحبون هذه الراية يدخلون للهتافات للتصفيق محزن هذا وضع محزن طب إن دخل غيرهم مما لا يحب الراية وصاحب الراية يدخل ليلعن ويسب ويشتم ويقذع لا لينتقد ولا ليثري أبدا فقط للسباب وهم قلة وهذه يتكرر تقريبا مع الكل وفي كل المواقع البسيط والساذج نايف يعني شخص يكون نايف من أمثالنا يعني إذا كان عالما مفكرا فلسوفا داعيا أي كان البسيط من هؤلاء هو الذي يظن أنه ما شو الله جاوز القنطرة وأوفع الغاية وأنه نجح في الامتحان امتحان التنوير وامتحان التعليم والدعوة والإصلاح والتجديد والتفهيم نجح لماذا؟ لأن كل من يأتون يصفقون له يا رجل هذا يحدث مع الجميع أدخل على مواقع الملاحدة كل من يدخلون يصفقون للملحد حتى وإن كان ملحدا صغيرا جدا لا يعرف شيئا يهرب بما لا يعرف هو لا يعرف ماذا يقول والربوب كذلك والسكوك كذلك والإباح المشاعي كذلك في إباحيون والخوانة الذين يؤلبون على أمتهم وقضايا أمتهم وعلى بلادهم وعلى أديانهم وعلى ثقافاتهم هناك مواقع الأمثال هؤلاء الخوانة الجهيرين أو المستخفين هناك أيضا الذين يدخلون يدخلون ليصفقوا ويهتفوا ويسبوا الآخرين ممن لا يرضون بهذه الخيانات وبهذه البذاءات وبهذه الحقارات الكل هكذا كل حزب بما لديهم فريحون